بيبدأ الفيلم بجيمي وهو لسه صاح من النوم وبيفضل يلعب مع بنته لحد ما بتوصل المربية بتاعتها وبيسيبها معاها وبينزل علشان يروح شغله وبيركب العربية مع أصحابه اللي كانوا مستنيينه وكان من ضمنهم أخوه مايكل وكان مايكل بيتكلم معهم طول الطريق وبيحكي لهم عن بطولاته في البحرية لما كان من ضمن الجنود اللي شاركت في الحرب ورغم أن مايكل كان هادي ومتفائل لكن جيمي كان متوتر وخايف لأنهم رايحين يسراوا بنك وبنعرف أنه مضطر يروح معاهم لأن بنته جوان محتاجة تعمل عملية كبيرة في القلب والجيمي مش قادر يعملها لأنها محتاجة فلوس كتير وبنعرف أن جيمي ومايكل وصحابهم كانوا جنود سابقين في الجيش ودخلوا كلهم في حروب قبل كده لكن لما الحرب انتهت ما فيش حد منهم عرف يعيش حياته بشكل طبيعي وعلشان كده قرروا يشتغلوا في السرقة ولما بيوصلوا للبنك اللي هيسرقوه بينزلوا كلهم وبيقسموا نفسهم لفريقين فريق بيأمن خروجهم برى البنك والفريق التاني بيدخل البنك واللي كان من ضمنهم جيمي ومايكل وأول ما بيدخلوا البنك بيهجموا على رجال الأمن وكل الموظفين اللي هناك وبيأمروهم ينزلوا كلهم على الأرض ويتعاونوا معاهم وإلا كلهم حياته ما تنتهي وبيمسك مايكل مدير البنك وبيضربوا علشان يعترف على الأرقام بتاعة الخزنة لكن المدير رفض في البداية وقتا مايكل فضل يضربوا لحد ما قالوهم على الأرقام وقدروا يفتحوا الخزنة وخدوا منها كل الفلوس اللي فيها وخرجوا بسرعة من البنك وساعتها تفاجئوا بعدد كبير من رجال الشرطة وهم بيدربوا عليهم نار ومحوطنهم من كل مكان ودخل فريق جيمي ومايكل في قتال معاهم بالأسلحة ودارت حرب شارسة بينهم ورغب إن الفريق بتاعهم كان عدد قليل قدام رجال الشرطة لكن كلهم كانوا متضربين كويس على الحروب وادروا يتصدوا ليهم وخلصوا على عدد كبير منهم بس رجال الشرطة هم كمان حاولوا يسيطروا على الوضع وخلصوا على معظم العصابة بتاعت جيمي واضطر ساعتها جيمي ومايكل إنهم يهربوا من قدام البنك بصعوبة وخدوا معاهم صادقهم المصاب دوغ ونص الفلوس اللي سرقوها بس وطول الطريق كانت عربيات الشرطة باضطردهم وفضلوا ينزلوا من عربية ويركبوا عربية تانية غيرها لحد ما وصلوا للعربية الأخيرة بتاعتهم وخدوها ويهربوا من المنطقة كلها بأمان ولما كانوا بيغيروا هدومهم مايكل بيقول لجيمي إن أكيد حد بلغ عنهم لإن الشرطة كانت مستعدة للقتال وإزاي قدروا يجهزوا كل ده في وقت قليل وإنهم محتاجين يهربوا بالفلوس في أسرع وقت لإن الشرطة أكيدة تحاصل المدينة كلها وبيفجروا العربية اللي هربوا بيها وبيمشوا وفي نفس اليوم بالليل بيوصل الزبط فرانك من المباحث الفيدرالية لإنه هيحقق في القضية بنفسه وفي البداية حاول يفهم الوضع ويتكلم مع مجموعة من الرهاين واللي كان من ضمنهم إيفا موظفة البنك وكمان يتكلم مع رجال الشرطة اللي حاولوا يقبضوا على المجرمين وفيهم إنه بيتعامل مع ناس متضربين على أعلى مستوى ومش مجرد لصوص عاديين وكمان عرف إن فيه موظف من البنك كان متعاون معاهم وبيبلغهم بكل حاجة لكن قبل العملية قرر يبلغ عنهم واعترف بكل حاجة للشرطة وبسبب قدرت الشرطة إنها تستنهم خارج البنك وإلا كانوا هيهربوا بسهولة من غير أي مقاومة وبعدها بيوصل جيمي ومايكل اللي بيتشيركم في الجريمة بال وأول ما بيفتح الباب بيسدد له مايكل لكما قوية وبيصاوب مسدسه عليه وبيكون فاكر إنه هو اللي بلغ عنهم الشرطة لكن بال بيتكلم وبيفهموا إنه موظف البنك سمالز هو اللي بلغ عنهم وبيتصدم جيمي لما بيعرف إن سمالز غضر بيهم وبيتكلم مايكل مع بال وبيطلب منه ياخد الفلوس اللي سرقوها من البنك ويسلمها للعصابة علشان يشغلوها في مشاريع تكون وجهة ليهم ويقدروا عن طريقها يكسبوا فلوس تانية لأنهم لو يتعاملوا بالفلوس المسروقة هيطبط عليهم بسهولة بسبب إن فلوس البنك مرقمة بتسلسل معين بس بيل بيفهموا إن الرجل بتاعه خرج من الصفقة وإنه خاف لما عرف إن في أفراد من الشرطة فقدوا حياتهم في الحدثة وساعتها جيمي بيطلب منه يتصرف فبيعرفوا بيل إنه عنده شخص واحد يقدر يحل المشكلة وبيفهموا إن نسبته بتبقى عالية وإنها من 40% لـ 50% وبيتصدم جيمي لما بيعرف إنه يقصد نوسي رئيس أكبر عصابة في المدينة وبيكونوا مضطرين يوفقوا وبيطلبوا من بالي يتواصل معاه ويحدد معاه وفي اللحظة دي بتدخل عليهم إيفا موظفة البنك وبنيكتشف إنها معاهم في العصابة وبتكون مددايقة جداً وعاوزة تهجم على مايكل بسبب إنه خلص على عدد كبير من الشرطة وبيأخدها جيمي برى البيت إن إيفا مرات جيمي وبتبقى خايفة عليه جداً من تهور أخو مايكل لكن جيمي بيطلب منها ترجع البيت وتفضل جنب بنتهم جوان بس إيفا بترفض وبيتفاهموا إنها مش هتسيبوه لحد ما يخلصوا من المشكلة دي وبيدخل جيمي وبيشوف صديقه وهو بيتقلم وبيرفض بال إنه يسيبوا عنده في البيت وده لإنه مش عايز يورط نفسه مع الشرطة فبيقرر جيمي إنه ياخدوا البيت صاحبهم كلارينس وفي نفس اليوم كان نوسي بيشوف الأخبار وهي بتحكي عن الحادثة وبتجي المكلمة من بيل وبيتفق معاه على ما عاد يتقابلوا فيه وبعدها بيروح فرانك لمكان العربية للعصابة فجرتها وبيتكلم مع نيكي وبول المساعدين بتوعه وبيفاهمهم إنهم بيتعاملوا مع مقاتلين مش مجرد أفراد من الجيش وبيفاهموا بول إن العصابة سرقوا 3 مليون دولار لكن قدروا يهربوا بمليون ونص بس فبيستغرب فرانك إن إزاي المبلغ ده موجود في البنك فبيعرفوا نيكي إن باقي الفروع فيها تصلحات وعشان كده نقلوا الفلوس في مقر واحد وبيتأكد فرانك إن سمولز هو اللي عرفهم على ما عاد نقل الفلوس وفي الوقت ده بيوصل جيمي ومايكل لبيت صديقهم كلارينس وبيرفض كلارينس يدخلهم للبيت بسبب اللي عملوه بس لما بيشوف داوج مصاب بيوافق إنه يدخلهم علشان يعالجه وده لإنه جراح وبيبدأ يفحص داوج وبيفهمهم إن الرصاصة اخترقت جسمه واستقرت في معدته وإنه عنده نزيف داخلي وحالته حارجة ولازم يروح للمستشفى في أسرع وقت وقتها بيجي اتصال لجيمي من بيل وبيعرفوا إن نوسي وافق يعمل لهم غسيل أموال للفلوس بس نسبته هتكون 70% وبيتدايق جيمي جدا بس بيوافق لإنه مضطر يخلص من الفلوس بأسرع وقت وبيتكلم مايكل مع كلارنس وبيفهمه إن لو داوج رح للمستشفى هيتسبب في القبض عليهم وفي اللحظة دي بيطلع مايكل فلوس وبيطلب منه يخلص عليه وإنا بنعرف إنه عاوز يخلص من داوج عشان نسبته في الفلوس تزيد وما يبقاش عبق عليهم وهم بيهربوا وبيحذروا من إنه يحكي لجيمي حاجة ووقتها بيدخل جيمي وبيشكر كلارنس إنه ساعدهم وبيطلب منه يعالجه في أسرع وقت وفي نفس اليوم بيروح مايكل يجهز أسلحته عشان يقبلوا العصابة وبيتكلم جيمي مع إيفا وبيفهمها إن كل المشاكل هتتحل وإنه محتاج يختفي فترة وهيرجع وياخدها هي وجوان ويعيشوا مع بعض وبيعرفها إن فيك زيرة موجودة في أمريكا اسمها ألدي سول وإنهما يعيشوا فيها حياة هدية بعيدة عن المشاكل وفي الوقت دا بتوصل العصابة بقيادة بريل أخو نوسي وبيروح مايكل وجيمي وبيسلمهم الفلوس وبيلاحظ مايكل إن الفلوس اللي خدوها من العصابة قليلة فبيعرفوا بريل إنهم خدوا نسبة 70% من الفلوس فبيتعصب مايكل جدا لإنهم دخلوا في قتال مع الشرطة وأشخاص كتير من فريقهم فقدوا حياتهم وفي الآخر ياخدوا نسبة قليلة وبيحاول جيمي يهديه وبيفهموا إنه هو اللي اتفق معاهم على النسبة وفي الوقت دا بيسخر بريل من مايكل وبيكلموا بنبرة فيها تهديد وبيفهموا إنهم إما يوفقوا على النسبة أو ماياخدوش فلوس خالص فبيتدايق مايكل جدا وبيطلع سلاحه وبيخلص على العصابة كلها وبيصيب جيمي باقي العصابة قبل ما يهربوا لكن بيقدر يهرب منه شخص من غير ما يصيبه وساعتها جيمي ومايكل بياخدوا الفلوس وبيركبوا العربية مع إيفا وبيمشوا من المكان وفي طريقهم بيوقفوا في إشارة مرور وبتلاحز إيفا عربية شرطة قدامهم وبتطلب منهم يستخبوا وبيفرحوا جدا لما بتعدي من جنبهم من غير ما اطلحزهم وبعدها فرد العصابة اللي يقدر يهرب بيروح يبلغ نوسي بكل اللي حصل وبيتعصب نوسي وبيزعل على أخوه جدا وبيطلب منه يخلص عليهم وإلا هيني حياته وفي نفس اليوم نيكي وبول كانوا بيستجوبوا سمولز وبيفهموا منه كان تحدي تهديد السلاح وعشان كده اداهم كل معلومات البنك وفي اللحظة دي بيدخل عليه فرانك ولأنه محقق عبقري بيقدر يعرف من طريقته في الكلام إنه بيجدب وبيفهموا إنه لو مساعدهمش هيكون شريك معاهم في الجريمة وهيقضي عمره كله في السجن فبيخاف سمولز وبيعترف وبيقول لهم إنه مالوش علاقة بالهجوم اللي حصل على الشرطة وإنه صرب لهم المعلومات علشان يسرقوا البنك بس فبيطلب منه فرانكي يوصف شكل العصابة وبيعرفوا سمولز إنهم اتنين إخوات وبيفهموا إن الكبير متهور لكن الصغير زكي وكان لابس سلسلة فضة وبيعرفوا إن الكبير عنده واش مسلاح البحرية على إيده ومكتوب عليه اسم شريدان وبيتصدم نيكي لما بيسمع الاسم وبيطلع الصورة ليهم وبيقدر اسمولز يتعرف عليهم وبيخرج نيكي وبيتكلم مع فرانك وبيفهموا إنه قابض عليهم قبل كده بسبب إنهم كانوا على وشك ينهوا حياة شخص وإن جيمي خارج من القضية لكن مايكل اتحبس سبع سنين وبيعرفوا إن الاتنين كانوا جنود في البحرية فبيطلب منه فرانك يحط صورهم في كل القنوات الأخبار ونقاط التفتيش وفي نفس اليوم بيوصل جيمي ومايكل لبيت بيل وبيفرح جيمي لما بيشوف داك اتحسن وبنعرف إن كلارنس رفض يخلص عليه عشان ما يتورطش مع الشرطة وبيلاحظ بيل إن الفلوس كلها معاهم وبيترعب لما بيعرف إنهم خلصوا على عصابة نوسي وبيفهمهم إن نوسي عمره ما هيسيب حق أخوه وبيكون مايكل فرحان جدا إن نسبته في الفلوس هتزيد بعد ما أخده فلوس العصابة وإنا بيتعصب جيمي عليه وبيفهموا إنه هو اللي ورطه في كل المشاكل دي وإنه شخص أناني وغبي وبيعرفوا إنه مش عاوز يشوف وشه تاني فبيتعصب مايكل وبيكون فاكر إن إيفا هي اللي مخليها يقول الكلام دا عشان تفرقهم عن بعض وبيهجم عليه جيمي وبيدخله مع بعض في قتال وفي اللاحظة دي بيقتحم ستاتشيز الدراع النوسي اللي مين المكان وبيضرب طلقة على راس بيل وبينهي حياته وبيهجم على الفريق وبيفقدهم الوعي وبعدها بتنتشر صور مايكل وجيمي في الأخبار وبيطلبوا إن أي حد يتعرف عليهم يبلغ الشرطة وفي الليل بول بيتكلم مع فرانك وبيعرفوا إن فيه موظفة من البنك اسمها إيفا وإن حسابها فيه 75 ألف دولار وكلهم إداعات من حسابات مجهولة وفي الوقت دا نيكي بيلاحظ إن الشرطة باب خارج من المركز بسرعة وبيعرف منه إن فيه ستة فقدوا حياتهم من عصابة نوسي وبيخمن فرانك إن جيمي ومايكل كانوا على تواصل معاه عشان يساعدهم يعملوا غسيل أموال للفلوس وبيتحرك على مكانهم وبعدها بيسحى جيمي وبيكون مصاب ومتعلق في الهوى ومربوط وبيتكلم مايكل معاه وبيتأسف له إنه ورطه مع العصابة وبيفهموا إنه هيضحب نفسه وهيعرفهم إنه هو اللي خلص على بريل وفي اللحظة دي بيدخل نوسي وبيسبب لهم حالة من الرعب وبيتكلم جيمي معاه وبيفهموا إنه هيديله مليون دولار فوق الفلوس اللي معاهم في مقابل إنهم يمشوا لكن نوسي بيرفد وبيكون عاوز ياخد حق أخوه وبيحاول مايكل ينقذ جيمي وبيتكلم مع نوسي وبيستفزه وبيفهموا إنه هو اللي خلص على بريل وإنه قاعد يترجع عشان يسمحه وما يخلصش عليه بس هو نهى حياته من غير رحمة وبيكون نوسي زكي جدا وبيعرف إنه بيعمل كده عشان ينقذ أخوه وساعتها بيوريه محوط في مادة كيميائية بتدوب بجسم الإنسان في ثواني وبيأمر ستاتشيز يعمل تجربة على داج وبيروح ستاتشيز وبياخد كمية من المادة وبيفضيها على رأس داج وبيسرخ داج من الألم لحد ما بيفقد حياته وبيترعب جيمي ومايكل جدا لما بيشوفه داج وهو متشوه وبيبقى نوسي عاوز ياخد حقه من مايكل ويحرق قلبه على أخوه فبيروح لجيمي وبيكون على وشك إنه يفضي عليه المادة الكيميائية وفي اللحظة دي بيهجم جيمي عليه وبيصيب فرض من العصابة بالمادة وبيقدر مايكل يحرر نفسه ويصيب نوسي بطلقة وبينجح إنه يحرر جيمي وبيدخله في قتال شارس مع العصابة وساعتها جيمي بيهجم على ستاتشيز وبيوقعه في حوض المادة الكيميائية وبيخلص عليه وبياخد مايكل بندوية وبيصيب نوسي بطلقة فراسه وبينهي حياته وبيخرجوا هما الاتنين من الأوضة وأي حد من العصابة بيعطر الطريقهم بينه وحياته ولما بيخرجوا من المبنى بيقرروا ينفصلوا عن بعض وكل واحد بيمشي من طريقه وفي نفس الوقت بيوصل بلاغ لفرانك إن فيه إطلاق نار في بيت نوسي وبيتحرك على المكان هواته كان جيمي وإيفا بيهربوا قبل ما الشرطة تمسكه بس فجأة بتظهر قدامهم عربية شرطة وبيصوبوا أسلحتهم عليه وبيكون جيمي على وشك إنه يصيبهم لكن إيفا بتهديه وبتطلب بإنه يسلم نفسه وبينفذ جيمي كلامها وبيرمي الأسلحة اللي معاه وبيظهر مايكل وبيخلص على أفراد الشرطة ووقتها جيمي بيستغرب إنه مايكل رجع له تاني وبيسأله هو عمل كده ليه وبيفاهمه مايكل إنه عمل كده لإنه بيحبه والإنهم هيفضلوا طول عمرهم إخوات مهما حصل وبيسيبوا وبيكمل هروبه وفجأة بتظهر قدامه عربية فرانك وبيضرب عليهم نار وبيحاول يصيبهم بس بيفشل وبينزل فرانك وفريقه من العربية وبيقرروا يطردوه وساعتها جيمي بيشوف أخوه هو بيهاجم الشرطة وبيكون متعاطف معاه وعاوز يساعده لكن إيفا بتفهمه إنه لو هاجم الشرطة هيقضي عمره في السجن وبيتعرفوا إن بنته محتجاله فبيسمع جيمي كلامها وبيمشي وقتها بيدخل مايكل مع الشرطة في حرب إطلاق نار شرسة وبيقدر يخلص على عدد كبير منهم وبيحاول يهرب بس فرانك بيطردو وبيقدر بول يصيب وبتلقى في بطنه وبيفتكر فرانك إنه كده خلص عليه لكن مايكل بيوم وبيضرب عليهم نار وبيقدر يهرب منهم ورغم إنه مصاب وبينزف بس بيكون شجاع وبيستحمل الألم وبيكمل طريقه وبيروح نيكي وراه وبيشوف أسار الدم وبيحاول يمشي وراها وفجأة بيظهر مايكل من وراه وبيقدر يمسكه ويصوب سلاحه على راسه وبياخده كراهينة ولما بيخرج للطريق بيشوف أفراد الشرطة وهي محصرة وبيطلب منهم يرموا أسلحتهم وهنا بيظهر فرانك من وراه وبيصيبوا بطلقة بتخليه ينزف ويفقد الحركة وبيروح يتكلم معاه وبيسأله عن أخوه جيمي وبيعرفه مايكل إن عصابة نوسي خلصت عليه وبعدها بيفرق مايكل الحياة وفي الوقت ده بنشوف جيمي وهو بيودع إيفا وبيعيدها إنه يكون إنسان كويس ويبعد عن المشاكل وبيطلب منها تخلي بالها من بنته جوان وبيتكون إيفا زعلانة جدا إنه هيمشي ويسيبها وتاني يوم بيروح فرانك مع مجموعة من فرقة البحث لمكان عصابة نوسي وبيدوروا على أي دليل يثبت إن العصابة خلصوا على جيمي وفعلا بيلاقوا السلسلة بتاعت جيمي في حوض المادة الكيميائية وبنعرف إنها ويعت منه بالغلط أثناء قتاله مع ستيتشيز وبيتأكدوا إنه فقط حياته وفي نفس اليوم بيوصل فرانك عند بيت إيفا وبيستغرب إن فيه كدمات في وشها فبتعرفوا إيفا إنها ويعت وإن الوقعة هي اللي تسببت لها في كدمات وبيباني إنه شاكك فيها وبيطلب يتكلم معاها وبيدخل للبيت وبيشوف بنتها جوان وبنعرف إن بنتها عملت عملية في القلب بمبلغ كبير جدا وساعتها فرانك بيسألها هي جابت الفلوس منين وبتعرفوا إيفا إن فيه ناس كريمة بيحبوا الخير ساعدوها وحطوا إداعات بإسمها في البنك ولما فرانك بيفاهمها إن الإداعات كلها من حسابات مجهولة بتقولوا إيفا إنهم متبرعين وما بيحبوش يظهروا معلومات عنهم وفي الوقت ده بيطلع فرانك صورة بنته وبيتكلم مع إيفا وبيعرفها إن فيه بينهم مشاكل بسبب إنه على طول في شغله فبتنصحوا إيفا يتفرغ لبنته ويقرب منها أكتر ولما بيخرج فرانك بيتكلم مع بول اللي كان مستنيه برة وبيعرفوا إنهم قدروا يرجعوا المبلغ اللي تسرق كامل وكمان خلصوا على المجرم وإنهم مش محتاجين إيفا في حاجة وإنا بنكتشف إن فرانك عارف إن إيفا شريكة في الجريمة بس مش عايز يدور وراها ويسجنها عشان بنتها ما تتربش في در أي تام وبعد كام سنة بنشوف جيمي وهو على البحر في جزيرة آل ديسول وبيستمتع بحياها دي مع إيفا وبنته جوان بيبدأ الفيلم مع شاب فرنسي محترف في الميكانيكا اسمه لينو وهو رايح مع أخوه بالتبني كوانتن لمحل مجوهرات كبير علشان يسرقوه بعد ما خرجوا من دار الرعاية وده لإن كوانتن كان محتاج فلوس بسرعة وبشكل ضروري وأثناء ما كانوا في طريقهم بالعربية للمحل بيتكلم كوانتن مع لينو وبيعرفوا أن المكان متأمن بأبواب خرصانية وصعب حد يخترقها فبيفاهموا لينو أنهم مضطرين يحاولوا علشان يحلولوا الأزمة بتاعته وبيقترح كوانتن أنهم يجيبوا الفلوس بأي طريقة غير سرقة المحل للمجوهرات لكن لينو بيصمم على الفكرة والاتنين بيلبسوا ملابس واقية علشان يحفزوا على حياتهم وبينطلقوا بالعربية بأقصى سرعة جو المبنى اللي في محل المجوهرات وبيكسروا الأبواب والحوائط بتاعته وهنا لينو بيسمع صوت عربية الشرطة بعد ما وصلت المكان اللي هم فيه وبيحاول يفك حزام الأمان اللي عليه لكن بيفشل لأنه ضغط على جسمه بسبب سرعة انطلاقهم فبيطلب لينو من كوانتن أنه يهرب ويسيبه وفعلا كوانتن بينفذ اللي طلبه منه وبيهرب والشرطة بتوصل لمكان لينو وبيتم القبض عليه وبعد فترة بيكون لينو قاعد فصالة الألعاب الرياضية اللي في السجن وبيرابوا من بعيد الزابط شاراس وبيفضل يتكلم مع المحققها ماس عن مهارة لينو وبيحكي لها أنه خارس صانت مبنى كامل بعربية وبإمكانيات محدودة وبيعبر لها عن إعجابه الكبير باللينو وبزكاؤه وبيطلب منها أنه يستعين بيه في مهمته الجديدة في القبض على تجار الممنوعات فبتوافق ماس وبتسيب المكان وبتمشي وأتى بيروح شاراس يعود مع لينو وبيعرفوا بنفسه وبيقولوا أنه قائد لفريق مكافحة تهريب الممنوعات وبيفهموا أنه عارف أنه ميكانيكي شاطر وبيطلب منه يوفر له عربيات إمكانياتها كويسة علشان يقدر يطرد المجرمين ويقبل عليهم بيها خصوصا أن عربيات الفريق بتاعه إمكانياتها ضعيفة وفي أغلب المرات بيخرجوا من المهام بخسائر كبيرة وبيوافق لينو على مساعدة شاراس وبعد أيام بينطلق فريق شاراس بالعربيات اللي طورها لهم لينو وراء تجار الممنوعات وبيتكون المحققة جوليا رجبة مع شاراس في العربية أما العربية التانية بيكون موجود فيها ماركو وأرياسكي المساعدين بتوع شاراس وبيطردوا عربية المجرمين بسرعة كبيرة وبيتضرب عليهم نار لكن مش بيتأثروا بسبب قوة العربيات وأثناء المطاردة بتتخبط عربية التجار في واحدة من عربيات الشرطة والمجرمين اللي فيها بيفقدوا حياتهم في ساعتها وبيتدايق شاراس لأنه كده مش هيقدر يحقق معاهم ولا يعرف الزعيم بتاعهم ولا أي معلومات عن طرق تهربهم وبيحرز الفريق كمية الممنوعات اللي لقوها في العربية وبيرجعوا للمركز من تاني وبيشتغل لينو كميكانيكي في السجن وبيقضي معظم وقته في تصليح العربيات وتطورها ومع الوقت بيبدأ يتأقلم مع حياته الجديدة جوى السجن وبعد فترة بيروح شاراس يقابل لينو وبياخدوا الجراش برى السجن وإنك بيوريله وراء مكتوب فيها قرار بالإفراج عنه وبيفرح لينو جدا وبيبقى مش مصدق نفسه وبيفهمه شاراس إن القرار اللي معاه ده مشروط بطلبات لازم ينفزها علشان يقدر ياخد الإعفة وبيأكد له إنه يستحق الفرصة دي لإن باله تسع شهور بيشتغل معاهم من غير ما يقدموا له أي مقابل وبعدها بيغير شاراس الموضوع وبيفهم لينو إنه متأكد إنه ما كانش لوحده يوم ما اقتحم محل المجاهرات وإنه كان معاه شخص تاني وهرب قبل ما الشرطة تقرب منهم فبيتدايق لينو وبيعرفوا إن اللي كان معاه يبقى أخوي الصغير وإنه مش هيقدر يعترف عليه ويضيع مستقبله لكن شاراس بيفهمه إن أخوه ممكن يبقى على علاقة بالرجال اللي هو بيدور عليهم وده هيساعدهم في المهمة وبيوعدوا إنه هيتولى الموضوع بنفسه وإنه محدش هيئذي أخوه ووقتها لينو بيصدقه وبيقرر يساعده وتاني يوم لينو بياخد شاراس لمكان الورشة اللي أخوه كوانتين بيشتغل فيها وبيدخل لينو لوحده للورشة وبيسيب شاراس برة لحد ما يدخل يجيب أخوه وأول ما لينو بيشوف كوانتين بيحضنه وبيبقى سعيد جدا إنه متجمعه من تاني لكن كوانتين بيظهر عليه إنه متضايق من وجود لينو وبيطلب منه يمشي حالا وبيستغرب لينو ومش بيبقى فاهم إيه السبب وهنا رئيس كوانتين بيظهر وبيؤمر لينو يخرج من الورشة وما يرجعش مرة تانية وبيسأل كوانتين لو كان هو اللي كلمه علشان ييجي وساعتها كوانتين بيخاف وبينكر وبيطلب من لينو يسيب له رقم تليفونه علشان يكلمه بعدين ويمشي قبل ما يتسبب له في مشكلة لكن لينو بيرفض يخرج وبيكون عاوز ياخد كوانتين برة الورشة بحجة إنه هيعزمه على مشروب وهيرجعه مرة تانية وإن صاحب الورشة بيمسك بندقية وبيصوبها على لينو وبيهدده بإنه هيخلص عليه وساعتها شارس بيدخل من وراء صاحب الورشة وبياخده البندقية منه وبيوصل ماركو وأراسكي بعد شارس وبيطلب شارس من ماركو إنه يكلبش صاحب الورشة وبعدها شارس بياخد كوانتين ولينو في العربية علشان يخرجه من المكان وبيطلب صاحب الورشة من ماركو إنه ما يسيبش شارس ياخد كوانتين وفجأة آرسكي بيصاوب مسدس على شارس وهو ركب العربية قبل ما يخرج من الورشة وبيضرب رصاصة في صدره بتقضي على حياته وبيتصدم لينو ان آرسكي تلع خاين وبيطلب كوينتن من لينو انه يهرب بسرعة قبل ما يخلصوا عليه هو كمان فبيخرج لينو من العربية وبيضرب رصاصة على آرسكي بس مش بتصيبه وبيهرب لينو وبيسيب اخوه في المكان لانهم عاوزينه هو وبعد شوية ماركو بيلاقي ساعة في المكان كانت واعت من لينو فبيفتكر ان فيها جهاز تنصت وبيروح يوريها لآرسكي وقتها آرسكي بيتعصب جدا وبيروح يطلب من صاحب الورشة والمساعد بتاعه انهم يحرقوا جسلة شارس والعربية بتاعته وفي الوقت ده بيوصل لينو لبنزينة على الطريق وبيكون معه مسدس وبيطلب من صاحب البنزينة انه يستخدم التليفون بتاعه فبيخاف وبيسيبهوله وبيحول لينو انه يتصل بجوليا بس هي مش بترد عليه وانا صاحب البنزينة بيشاور للزباين اللي عنده بان فيه مجرم معاه فبيتصل الزباين بالشرطة وبيوصلوا فورا وبيتم اللي قبض على لينو للمرة التانية وصاحب الورشة والمساعد بتاعه بينفزوا امر آرسكي وبيحرقوا الجسة والعربية علشان يخفوا اي دليل ادانة ضد آرسكي وماركو وفي السجن بيطلب لينو من الزباط انهم يتصلوا له بجوليا فبيعرفوا انهم موافقين وبعدها بياخدوا القوضة الاستجواب وبيسيبو جواهل وحده وبعد دقايق بيتفاجئ لينو بآرسكي وهو داخل عليه قوضة الاستجواب وبيروح آرسكي عند الكاميرا اللي في القوضة وبيفصلها علشان محدش من زميله يسمع اللي هيقوله وبعدها بيتكلم مع لينو وبيفاهموا ان محدش هيتصل له بجوليا وان ما فيش اي اجراء هيحصل معاه غير لو هو اللي امر بيه وبيقوله آرسكي على قصة مزيفة عاوزوا يحكيها لما شرطة حقق معاه وتسألوا عن اللي حصل لشعرس والقصة هي ان لينو وشعرس اتعرضوا لهجوم من رجالة مسلحين وواحد منهم ضرب شعرس بالنار وهرب ولما بيظهر على لينو انه مش موافق بيفاهموا آرسكي انه لو ما قالش كده هينهوا حياته هو وده لانه كان اخر شخص قبله وهم رايحين الورشة وبيرجع آرسكي يشغل الكاميرا مرة تانية وبيسيب لينو لوحده وبيمشي وبيدي آرسكي اوامر لزميله الشرطي برونو بان محدش يدخل القوضة عند لينو ولا يوجه له اي كلام فبيروح برونو يعود قدام الجهاز وبيرائب لينو من خلال كاميرا المرأبة اللي عنده في القوضة وبيشوفه وبيحاول يكسر الكلبشات علشان يهرب وبيفضل يضحك عليه ويسخر منه لحد ما لينو بيكسر قطعتين حديد من كرسي في القوضة وبيحاول يكسر الكلبشات بيهم وانا برونو بيتحرك لقوضة الاستجواب بسرعة علشان يلحقه قبل ما يفك الكلبشات واول ما بيوصل عنده بيكون لينو قدر يحرر نفسه وبيهجم على برونو وبيفضل يضربه بقوة لحد ما بيخليه يفقد الوعي وبعدها بيخرج لينو من قوضة الاستجواب فبيقبض عليه مجموعة من الزباط اللي برا لكن لينو بيقرر يقاومهم وبيدر قتال حد بينه وبينهم وبيقدر لينو انه يهزمهم كلهم وبيضرب اي الزابط يقابلوا في طريقه لحد ما بتدور حرب شارسة بينه وبين عدد كبير من زباط المركز وفي النهاية بتقدر مجموعة من اللي هزمهم منهم يقبضوا علي تاني فبيسحب لينو رشاش في مادة حراءة من جيب واحد من الزباط وبيرشهم كلهم بيه وبيبعدهم عن طريقه وبعدها بيهرب من المكان وفي الوقت ده بيوصل اريسكي وماس لمكان جثة شارس ووقتها ماس مش بتبقى مصدقة ان شارس اتخدع بالسهولة دي فبيفهمها اريسكي ان لينو هو اللي خدعهم كلهم وساعتها ماس بتقول ل اريسكي كلام سيء وبتتهمه بالتأثير لانه مقدرش يحمي شارس من لينو رغم انه كان موجود وقت وجوع الجريمة فبيعرفها اريسكي انه هيقدر يصلح الوضع لو عينته قائد لفريق المكافحة ما كان شارس لكن ماس بترفض وبتعرفه ان شارس لو كان موجود ما كانش هيوافق على كده وبتسيبه وبتمشي وبتكون جوليا حزينة جدا على اللي حصل لزميلها شارس وبتفضل تبكي وبعدها ماركو و اريسكي بيقفوا مع بعض وبيحس ماركو ان ماس ممكن تكشفهم في اي وقت لكن اريسكي مش بيكون خايف وبيعيدوا انه يعرف يتصرف مع ماس وبيفهموا ان اللي عملوا مع شارس هيبقى في صالحهم لان المجال هيبقى مفتوح قدامهم ويقدروا يهربوا اضعاف الشحنات اللي كانوا بيهربوها وهو موجود فبيحاول ماركو يفهموا ان لينو لو اعترف عليهم مستقبلهم هيضيع لكن اريسكي بيأكد له انهم مش هياخدوا بشهادة لينو لانه هيبقى متهم في القضية بسبب وجوده مع شارس وقت الحدثة واي شهادة منه هتبان على هيئة انه بيحاول يبرق نفسه وبيوصل لينو لمكان جوليا عند عربية شارس اللي اتحركت وبيتكون جوليا خايفة منه لكن لينو بيحاول يطمنها وبيعرفها ان مش هو اللي خلص على شارس وان اريسكي وماركو هم اللي عملوا كده وعاوزين يورطوه وبيفهمها انه مش هيقدر يسلم نفسه ويعترف عليهم لانه ما عندوش اي يدى ليل ضدهم وانه ما فيش قدامه حل غير انها تصدقه وتقف جنبه فبتحاول جوليا تخدعه بانها مسدقاه وقاتها لينو بيقرب منها علشان يشكرها وهينا جوليا بتضربه بقوة وبتحاول تقبض عليه بس لينو بيقدر يسيطر عليها وبيحطها على عربية شارس وبياخد الكلبشات من جبها وبيكلبشها بيها في العربية وبعدها لينو بيلاحظ حاجة غريبة جدا وهي ان اطارات العربية اللي قدامه مختلفة تماما عن اطارات العربية اللي كان ركبها هو وشارس وقته قوع الجريمة فبيضطر يسيب جوليا متكلبشها وبيسيب المكان ويمشي بسرعة علشان يدور على العربية وبتفضل جوليا تسرخ فيه علشان يجي فكاة بس هو بيتجهلها وبعد شوية بيوصل اريسكي وماس لمكان جوليا وبيحررها اريسكي وبياخدها المكان لوحدهم وبيتكلم معاها وبيسألها لو كان لينو هددها بحاجة فبيتقوله انه تعمه هو وماركو في قضية شارس وبتفاهمه انها مش مصدقاه فبيحاول اريسكي يخدعها بان لينو كان عاوز يعمل لها غسيل مخ علشان يكسبها في صفه ويخليها تساعده وبيأكد لها ان لو ماس عرفت اي خبر عن العلاقة اللي كانت بينها وبان لينو هتبقى مشكلة كبيرة وعلشان كده لازم يتصرفوا بهدوء وهنا بنكتشف ان لينو كان على علاقة قديمة بجوليا وانفصله وبيتسلل لينو للورشة اللي بيشتغل فيها كوانتان وبيروح عند عربية صاحب الورشة وبياخد منها بندوية ومسدس علشان يدفع عن نفسه لو حد اتعرض له وهنا المساعد بيظهر لينو وبيصوب عليه بندوية وبيخرج لهم صاحب الورشة بعد ما عرف بوجود لينو وبيفاهمهم لينو انه عارف ان عربية شاراس لسه سليمة وانه جوها الرصاصة اللي اريسكي ضرب شاراس بيها وبتكون الرصاصة دي هي دليل براءة لينو من التهمة اللي وراتها فيها اريسكي وماركو فبيروح المساعد عند لينو وبيضربوا بضهر البندوية ضربة قوية وبياخدوا علشان يحتجزوا في شنطة العربية لحد ما اريسكي وماركو يوصلوا وقتا كوينتن بيركب العربية مع صاحب الورشة علشان يمشوا ولما كوينتن بيشوف المساعد وهو بيحتجز اخوه في شنطة العربية بيصم منه ينقذه وبيتحرك بالعربية بسرعة كبيرة بتخلي المساعد يتشتت فبيضربوا لينو بغطى الشنطة وبيوقعوا وبيعمل كوينتن حادثة بالعربية اللي سيئها وبيخلي صاحب الورشة يقع من الازاز الخلفي للعربية وبياخد لينو وبيهربوا وبيعرف كوينتن ان لينو هياخده المركز الشرطة وبيطلب منه ما يعملش كده معاه لانه هو اللي انقص حياته فبيفاهموا لينو انه تسجن قبل كده بسببه وبيكون مصمم انه يسالمه للشرطة علشان ياخده منه المعلومات اللي عاوزينها وانا كوينتن بيفاهم لينو انه يعرف مكان العربية الاصلية بتاعت شارس وانه صاحب الورشة طلب منه ينقلها المخبأ الخاص بيه وان المخبأ ده اريسكي وماركو ما يعرفوش عنه حاجة فبيتراجع لينو عن فكرة تسليمه وبعدها بيوصل اريسكي وماركو لمكان الورشة وبيفتحوا شنطة العربية وبيتفاجئوا ان صاحب الورشة والمساعد بتاعه هم اللي جواها مش لينو فبيخرجوهم من العربية وبيضرب اريسكي صاحب الورشة بالبندقية وبيخلص عليه وساعتها المساعد بتاعه بيحاول يهرب فبياخد ماركو البندقية من اريسكي وبيروح وراه وبيقدر انه يوقفو وبيضربو وبيوقعو على الارض وبيصاوب البندقية عليه لكن المساعد بيعترف له في اخر لحظة ان العربية اللي حرقوها ما كانتش عربية شارس وانه عارف مكان العربية الحقيقية فبيعرف منه ماركو مكان العربية وبعدها بيخلص عليه وبتطلب جوليا من ميكانيكي اسمه جاف انه يفحص العربية اللي لقوها محروقة وبيفحصها جاف وبيعرفها ان الاطارات بتاعت العربية دي بتقول انها ما تحركتش من سنين وساعتها جوليا بتفهم ان لينو كان عنده حق وبتروح لماص علشان تبلغها وقاتا ماص كان جالها خبر بالجسطين الموجودين عند الورشة وبتبقى تحركت علشان تروح تفحص مصرح الجريبة وهي متأكدة ان لينو هو اللي خلص عليهم فبتحاول جوليا توقفها علشان تتكلم معاها وبتعرفها ان مش لينو اللي عمل كده وانا ماص بتبلغها بان اريسكي حكالها عن العلاقة اللي كانت بينها وبين لينو وبيتسيبها وبتمشي وبيكون ماركو عاوز يعدم البندقية بعد ما خلصوا بيها على صاحب الورشة والمساعد بتاعه لكن اريسكي بيطلب منه يستنى لحد ما يخلصوا بيها على ماص وبعدها يبقوا يعدموها وبيسألوا اريسكي لو كان مساعد صاحب الورشة قالوا حاجة قبل ما يخلص عليه وساعتها ماركو بيرفض يحكيلوا عن الحقيقة اللي عرفها وبيفهموا انه ما قالوش حاجة وفي نفس اليوم لينو بيتسل بجوليا وبتحكيلوا جوليا على الجسطين اللي لقوهم عند الورشة وبيفهمها لينو انه اكيد اراسكي وماركو هم اللي خلصوا عليهم لانه هو وكوينتن مشوا من المكان وسبوهم عايشين فبتتعصب جوليا وبتقول لينو انه ماص فاكرها شركته في الجريمة وساعتها لينو بيطلب منها انها تروح تقابله لوحدها في المكان اللي تقابله فيه الاول مرة وبعدها بيقفل المكالمة فبتاخد جوليا الى حادة ومسدسه وبتروح له على المكان اللي قالها عليه وبتقابله هو وكوينتن ووقتها كوينتن بيحكي لها انه اهله تخلوا عنه هو طفل وتربف ده الرعاية وهناك اتعرف على لينو واعتبره زي اخوه وعلمه كل حاجة وبيحكي لها كمان انه اضطر يشتغل في الورشة علشان يجمع فلوس للناس اللي كان مديوليهم وان شغلته كانت عبارة عن تجهيز العربيات اللي بيستخدمها التجار في تهريب الممنوعات وفي النهاية بيحكي لها اللي حصل في الورشة بين شاراس وآراسكي وبيفهمها انه كان بيشوف آراسكي كتير في الورشة بس ما كانش يعرف انه ظابط وساعتها لينو بيقول لجوليا انها دلوقتي فهمت الحقيقة كاملة وفي ايديها تصدقه وتساعده او تتخلى عنه وتسيبه وتسجد فبتكرر جوليا انها تقف معاه وبتطلب منه يروح للمغبأ اللي فيه عربية شاراس ويجبها وفي الوقت ده ماس بتكون وصلت للورشة مع آراسكي وماركو وبتشوف الجسس بنفسها وبتسألهم عن هويتهم فبيرد عليها آراسكي وبيعرفها انهم كانوا بينظموا عمليات تهريب الممنوعات وان لينو يبقى واحد من الناس اللي بتتعامل معاهم وبيروح لينو مع كوينتن للمزرعة اللي فيها العربية وبيدخلوا البيت جوه المكان وبيمسك كوينتن شنطة فيها فلوس وبيكون عاوز ياخدها ويمشي لكن لينو بيبقى عاوز العربية ومش بتفرق معاه الفلوس اللي كوينتن لهاها وبيخرج كوينتن من البيت بالشنطة وبيكون عايمشي وهنا ماركو بيوصل وبيضربه بالنار قدام باب البيت فبيقع كوينتن وبيفضل ينزف واول ما لينو بيشوف ماركو بيستخبه وبيتكلم ماركو بصوت عالي وبيفاهمه انه جاي هنا علشان العربية وبيعيده انه مش هيئزيه لو ساعدوه لكن لينو مش بيرد عليه فبيدخل ماركو للبيت علشان يخلص على لينو وهنا لينو بيخرج من مخبأه وبيواجهه وبيدور قتال حاد وطويل بينهم وساعتها كوينتن بيحاول يجمع اخر حاجة في قوته وبيقوم من مكانه وهو بينزف وبيخبط لينو راس ماركو في الترابيزة وبيوقعه على الارض وبيمسك بعدها البندقية وبيضربه بالنار ولما بيخرج لينو من البيت بيشوف دم كوينتن على الارض وبيفضل ماشي ورباعي الدم لحد ما بيوصل لجسته واول ما بيشوفه بيزعل جدا عليه وبيسرخ وبيبدأ لينو يحرك جسد كوينتن علشان يدفنه لكن بيكتشف ان كوينتن ماسك في ايده مقدمة حبل فبيمشي وورا الحبل لحد ما بيوصل عنده كومة أش وبيبدأ يحفر فيها وبيتصدم بقى ان عربية شارس موجودة تحت الأش فبيركب لينو جرار زراعي وبيبقى رابط العربية فيه وبيشدها لحد ما بيحركها من مكانها وفي نفس اليوم أريسكي وماس بيكونوا قابضين على جوليا علشان تعرفهم مكان لينو وساعتها أريسكي بيتعصب عليها فبتخرجوا موس من المكتب واسنما كان أريسكي قاعد في مكتبه بيسبع تليفون جوليا اللي متحرز معاه وهو بيرن فبيرد عليه وبيلاقي ان لينو هو اللي معاه على الخط وبيكلموا على انه جوليا وبيعرفوا أريسكي ان جوليا مش هتقدر ترد عليه ولما بيعرف ان لينو حكالها على توروته في قضية شارس بيأكد له أريسكي ان محدش هيصدق جوليا ووقتها بيصدموا لينو بان عربية شارس اللي فيها الرصاصة بتاعته معاه دلوقتي فبيصخر أريسكي منه وبيعرفوا ان العربية تحرقت وساعتها لينو بيسمعوا صوت العربية وهي معاه وبيتفاجئ أريسكي لأول مرة ان العربية اللي تحرقت ما كانتش الأصلية وبيبدأ يتوتر ويخاف فبيحاول انه يكسب لينو وبيوعيده انه هيديله فرصة تانية لو بيعد عن العربية لكن لينو بيفهمه انه مش هيقدر يخزل شارس وبيقفل السكة وانه أريسكي بيتعصب جدا وبيكلفهم أريسكي كلهم بمهمة العبد على لينو وبيوعيدهم ان اللي هيقدر يقبض عليه هيبقى له ترقية مميزة وفي مكتب ماس بتفضل جوليا رفضة تعترف بمكان لينو وبتفاهمها ماس انها كده تخسر شغلها وحياتها علشان راجل كان المفروض يبقى هو اللي مكانها دلوقتي فبتعرفها جوليا ان لينو دلوقتي بيعمل الشغل اللي كانت المفروض هي تعمله وبتأكد لها انه هيجي بالعربية الهنا وهيسلم دليل برقته لكن ماس مش بتهتم بكلامها وبتعرفها انها تديها فرصة يوم واحد تفكر في قرارها قبل الشئون الداخلية ما تتولى مهمة استجوابها وبتأكد لها انها وقتها مش هتقدر تسعدها وبيشتغل لينو على عربية شارس وبينضفها من الدم اللي كان على الإزاز وبيصلحها وبيطورها بأساليب قوية وحديثة وبعدها بيأخدها وبيطلع بيها على البنزينة اللي اتقبض عليه فيها قبل كده وبيفولها قدام الراجل اللي بلغ عنه في المرة الاولى وبيبقى قاصد يخليه شوفه وقتها بيتسل صاحب البنزينة بأرسكي وبيعرفوا ان لينو قدامه دلوقتي فبيجهز أرسكي القوة بتاعته وبيتحركوا على مكان لينو علشان يقبضوا عليه وبيتعرض لينو لمطاردة قوية على الطريق من عربيات الشرطة وبيعملوا عليه حصار واثناء المطاردة بيخبط لينو عربية برونو من وراء وبيدمرها وبيفضل مكتسح الطريق بيها المسافة طويلة وبيكون أرسكي مستنيه قدام بالقوة بتاعته علشان يقطعوا عليه الطريق وساعتها برونو بيحاول تواصل مع أرسكي وبيطلب منه ما يضربش نار على لينو لكن أرسكي مش بيسمعه كويس وأول ما لينو بيقرب بالعربية بيبدأ أرسكي وفريقه يضربه نار عليه فبيدخل لينو بعربية برونو وسط عربيات الشرطة اللي واقفين على الطريق وبيحطمهم وبعدها بيقلب عربية برونو وبيكمل في طريقه للمركز وفي نفس الوقت بتوصل أخبار لماس من رجال الشرطة بأنهم بيتعرضوا لهجوم من لينو وبتعرف منهم أن العربية اللي مع لينو تبقى هي نفسها عربية شاراس وقتها بتتأكد أن جوليا كان معاها وبتؤمر الزباط بأنهم يقبضوا على أرسكي وبتخرج جوليا من مكتب ماس وبتاخد عربية وبتنطلق بيها للمكان اللي في لينو وساعتها كانت عربيات الشرطة لسه في مطاردة مع لينو وبيستمر لينو في تدمير أي عربية بتقف أصاده وبتوصل جوليا بسرعة للطريق اللي هو عليه وبتساعده في تحتيم عربيات الشرطة لحد ما بيقضوا عليهم كلهم ووقتها لينو بينزل من عربية شاراس وبيروح لعربية جوليا وبيلاقيها بتنزف بسبب استضامها بعربيات الشرطة وفجأة بيلاحظ أن أرسكي بيخرج من عربيته فبيروح عنده بيفضل يضربه بقوة وهنا أرسكي بيرمي قنبل على العربية بتاعت شاراس وبتبدأ تحرق الجزء الخلفي منها وأول ما لينو بيشوفها وهي بتتحرق بيسيبه بيروح يركيب العربية وبيسوق بيها بأقصى سرعة للمركز وأول ما بيوصل بيغتحم المركز بالعربية وبيدخل على ورشة الميكانيكا وبيستخدم جاف وماس طفايات الحريق وبيطفوا النار من العربية وبينقذوه وبيتم فحص العربية من المعمل الجنائي وبيخرجوا الرصاصة بتاعت أرسكي من العربية وبتكتب ماس قرار عافو عن لينو وبتسلمه لجوليا وبتطلب منها إنها تدين لينو وبيفرح لينو وجوليا ببرائتهم أما أرسكي فبيليمه كل حكته وفلوسه وبيسيب مراته استيلا وابنه وبيهرب بره فرنسا ولما لينو بيعرف إنه هرب بيصمم يوصله وياخد حقه منه على اللي عمله في شاراس وبيفضل يرائب استيلا مرات أرسكي لمدة ست شهور لحد ما استيلا بتحفظ شكله وبتروح تقف معاه وبتطلب منه يبطل يضيع وقته في مرأبتها لإن أرسكي مش هيرجع أبدا وبتسيبه وبتمشي لكن لينو بيتجهل كلامها وبيطلع وراها بالعربية وإن جوليا بتعتر الطريقه بعربية الشرطة وبتعرفه إن فيه فريق مكلف بمرأبة بيت استيلا على مدار اليوم وإنها عاوزة يعيش حياة طبيعية ويبعد عن مرأبتها وبتفاهمه إن شاراس ما كانش هيحب أبدا يشوفه في الحالة دي بس لينو بيرفض إنه يتراجع قبل ما يرجع حق شاراس من أرسكي وده لإن شاراس قدم له مواقف كتير جميلة وكان على وشك إنه يخرجوا من السجن وفي الليل بيكلينه قاعد في العربية بتاعته تحت بيت استيلا وبيريبها وفجأة بيلاحظ إن فيه رجالة داخلين للبيت فبيقفل نور العربية بتاعته عشان ما يلاحظوش وجوده وبيطلع الرجالة للبيت وبيقتحموه على استيلا وبتترعب استيلا منهم جدا ومش بتبقى عارفة تتصرف إزاي وبتدخل لقودة ابنها وبتسد الباب بقطعة من الأساس وبتعد قدامها وبيسحى الولد وبيفضل يسرخ من الخوف وبيحاول الرجالة إنهم يفتحوا الباب على استيلا بس بيفشلوا وبيعرفوها إنهم من طرف أرسكي وإنه هو اللي بعتهم لكن استيلا مش بتصدقهم وبيبص واحد من الرجالة من الشباك وبيتفاجئ إن لينو ضرب الحارس بتاعهم ودخل راسه في حديد البوابة وبيحاولوا ياخدوا احتياطاتهم قبل ما لينو يطلع عندهم بس مش بيلحاول وبيوصلهم لينو بسرعة وبيقف قصد مجرم منهم فبيمسك المجرم آلة حادة وبيكون عاوز يطعنوا بيها لكن لينو بيهجم عليه وبيدور قتال حاد بينهم وأثناء القتال بينزل باقي الرجالة للينو من الدور اللي فوق فبيخلص لينو على زميلهم اللي معاه وبيهجم عليهم كلهم في وقت واحد وبيتقوم معركة شارسة بينهم بينجح لينو انه يهزمهم كلهم لوحده وفي خلال دقايق بتوصل الشرطة للبيت وبيتم القبض على كل المجرمين وبيطلب لينو من جوليا انه يحضر استجوابهم فبتفهموا انه ماينفعش لانه مش واحد من الشرطة وبتعرض عليه انه ينضم ليهم ويبقى واحد من الفريق بتاعهم بشرط انه يغير اسلوب حياته ويعيش كبني آدم طبيعي وبعد السنة بنشوف لينو وهو واخد مكان شارس في فريق مكفحة الممنوعات وبيطارد عدد من تجار الممنوعات على الحدود بين فرنسا واسبانيا مع جوليا والفريق بتاعهم وفي النهاية بيقدروا يقلبوا عربية التجار وبيقبضوا عليهم بمساعدة الشرطة الاسبانية وبيقبوا في شرطة اسبانية اسمه ألفارو معالينو وبيعرفوا انه هو وشارس كانوا صحاب وانه زعلان جدا على اللي حصله ومصمم انه يقبض على أراسكي وماركو لانهم كمان مطلوبين من العدالة الاسبانية ووقتها بنعرف ان ماركو لسا عايش وان لينو كلبشه في المزرعة لحد ما الشرطة توصل بس في حد راح حرابه بعد ما مش وتاني يوم بيظهر مجرم اسمه يوري وبيتصل به القائد بتاعه وبيكلفه بانه يخلص على لينو وبعدها في بنت اسمها السولة بتتصل بلينو وبتعرفه ناتب الممردة بتاعتماده أمه بالتبني وبتفهمه انها مريضة جدا وعاوزة تشوف كوانتان فبيحكي لها لينو ايه اللي حصل لاخو وبيعرفها انه هيجي يزورها دلوقتي وبياخد منها العنوان وهنا بتزهر السولة وهي مع يوري وبيباني انها خطة علشان يخلصوا على لينو وبيروح لينو على العنوان وبيدخل لكوخ صغير هناك وبيوصل فيديو الماص بيوضح ان لينو هناك دلوقتي فبتتصل بسرعة بجوليا وبتطلب منها تروح له على هناك قبل ما تحصل كرسة وفي الكوخ بيتفاجئ لينو ان ماركو قدامه واول ما ماركو بيشوفه بيجري منه وبيطردوا لينو وبيمسك ماركو فاس علشان يضرب بيه لينو لكن لينو بيسبقه وبيضربه هو بفاس تانية وبيفقده الوعي وقتها جوليا بتتصل بلينو بتترجمها يقزيش ماركو وبتوعده انها هتفاهمه كل حاجة لما توصل عنده وبعد شوية بتوصل جوليا للمخبأ ومش بتلاقي حد هناك وبيظهر لينو وهو قابض على ماركو وبياخده للمركز في قوضة الاستجواب وبيسأله عن مكان أراسكي فبيفاهموا ان محدش يعرف مكانه وساعتها ماركو بتدخل عليهم وبتطلب من لينو يهدى وبيقول ماركو قدام لينو ان اللي بيحصل ده مش مطابق للصفقة اللي عملوها مع بعض فبتضر ماركو انها هتفاهم لينو اللي حصل وبتعرفوا انهم بيحموا ماركو لحد ما أراسكي يظهر وبعدها هيسجن وهم مع بعض وده اللي انهم اكتشفوا ان ماركو وارسكي بيشتغلوا لحساب أليكساندر رئيس مكافحة الممنوعات واللي اتضح لهم انه خاين بس مش معهم دليل كافي للأبض عليه وعلشان كده مستنيين ظهور أراسكي فبيمشي لينو من القوضة وهو مش قادر يستوعب وفي نفس اليوم يوري بيروح لماس مع المساعدين بتوعه وبيعرفها انه جاي ياخد ماركو وبنعرف انه كمان زبط خاين وان القائد بتاعه يبقى أليكساندر وبيدخل المساعدين بتوعه لقوضة الاستجواب وبياخدوا ماركو بالقوة وهنا لينو بيرميقوا مبلغ في المكان علشان يشتتهم وأول ما بيتأثروا بيها بياخد ماركو وبيروح يحطوا في شنطة العربية وبييجي رجال الشرطة وبيحاولوا يوقفوه بس لينو بيضربهم ضرب حاد وبيستغل ماركو انشغالوا معاهم وبيكونها يهرب فبيوقعوا لينو على الأرض وهو بيضرب الزباط وين بتوصل عصابة مقنعة للمكان وبياخدوا ماركو معاهم في العربية ولما بيحاول لينو انه يمنعهم بيمسكوه لكن لينو بيقدر يهزمهم وبيوقف عربية العصابة قبل ما تتحرك وبيضرب كل المجرمين اللي فيها وبياخد ماركو معاه في العربية وبيكون على وشك انه يتحرك بس يوري بيجيله وبيدور قتال حاد بينه وبين لينو وفي النهاية بينجح لينو انه يهزمه وبياخد العربية وماركو وبيخرج من المركز وبعدها لينو بيتصل بألفارو وبيعرفه انه هيقرب من الحدود في خلال ساعة وعاوز يقابله علشان يسلموا ماركو وبتفضل عربيات الشرطة تطردوا على الطريق لكن لينو بيقدر يشتتهم وبيخليهم يعملوا حدثة مع اوتوبيس ضخم وبيوصل بماركو لمكان قريب من الحدود وهناك بيجيلوا ألفارو والزباط بتوعه وبيقبضوا على ماركو وبتوقف جوليا نقطة تفتيش عند الحدود علشان يلحقوا لينو قبل ما يسلم ماركو للأسبان ومش بتكون عارفة انه سلموا بالفعل وبتفضل عربيات الشرطة تطارد عربية لينو لحد ما جوليا بتقدر توقفه وبتؤمره يسلم نفسه وبتفتح شنطة العربية وبتتفاجئ انها فاضية فبتدي أمر بتفتيش كل العربيات الموجودة على الطريق ولما ألفارو بيشوف نقطة التفتيش بيطلب من السواء بتاعه انه يمشي من طريق تاني وقتها بيتم إبلاغ جوليا بان في عربية حولت مصرها فبتعرف انها عربية ألفارو وبتؤمر بعمل نقطة التفتيش على الطريق اللي مشي منه بس بتتفاجئ ان أليكسندر عمل نقطة التفتيش في المكان ده وبسرعة بتتحرك هي ولينو بالعربية علشان ينقزوا ألفارو وماركو قبل ما يوصلوا عند النقطة بتاعت أليكسندر وبتتسل جوليا بألفارو من موبايل لينو وبتطلب منه يتراجع لان أليكسندر هيخلص عليه هو وماركو وين بيتفاجئ ألفارو برجالة أليكسندر وهم قدامه وبيعرف انه مفيش مجال للتراجع فبيطلب من السواء انه يتحم الطريق بيهم وفعلا بيقضوا عليهم كلهم لكن السواء بيتصاب وين ألفارو بيكلم جوليا وبيعرفها اللي حصل فبتطلب منه انه يستخبف مكان آمن وهي تبعث له دعم وإسعاف وبعد شوية بتوصل عندهم مجموعة تانية من المجرمين وبيطردوهم وبتوصل جوليا للمكان بعربية الشرطة وبيوصل لينو بعربية مطورة وبيقلب بها كل عربيات المجرمين بطريقة احترافية لحد ما بيقضي عليهم كلهم وقتها جوليا بتقلب عربية ألفارو وبتاخد ماركو معها في العربية وبتتحرك بيه ولما بيحاول لينو انه يلحقها بتدمر له عربية وبتبعده عنها وبعدها بيخرج لينو من العربية وبيوصل فريق من الشرطة وبيقبضوا عليه وبتحاول جوليا انها تمنعهم لكن هم بيفهموها انها أوامر ماص وساعتها جوليا بتتصل بماص وبتهددها بانها تسلم ماركو للأسبان لو ما أفرجتش عن لينو وهنا بيتفاجئ لينو جوليا وماركو وفريق الشرطة بالكامل بوصول يوري للمكان اللي هم فيه وبيبقى معاه المساعد بتاعه وبيصوب يوري المسدس على ماركو علشان يخلص عليه لكن ماركو بيفادي نفسه بواحد من الزباط وبيعيش هو وبيركب العربية اللي لينو مقبض عليه فيها وبيسقها ووقتها يوري والمساعد بتاعه بيركبوا عربيتهم وبيكونوا هيتحركوا ورا ماركو بس ألفارو بيوصل عندهم وبيضربهم بالنار وبيخلص عليهم وبيهجم لينو على ماركو وهو ساي وبيفضل يضربه بقوة علشان يوقف فبيتشتت ماركو وبيخبط بالعربية في شجرة قدامه وبيعمل حدثة هو ولينو وفي نفس اليوم لينو بياخد ماركو على أسبانيا وهو فاقد الوعي وبيدخل لمطعم هناك وبيكون المطعم فاضي وما فيهوش غير العاملة وبيطلب منها لينو انها تبلغ الشرطة فبيتسيبوا العاملة وبيتروحها لشان تنفس طلبه وبيروح لينو يشرب مية وساعتها ماركو بيفوق وبيجي من وراء لينو وبيطعانوا بآلة حادة في ظهره ولما لينو بيلف بيطعانوا ماركو مرة تانية في بطنه وبتيجي العاملة بعد ما اتصلت بالشرطة وبتشوف ماركو بتخاف من اللي عمله في لينو وبتجري منه لكن مش بتلحق تهرب وين جوليا بتوصل للمطعم وبتشوف لينو وهو بينزف وبتزعل جدا وبياخد ماركو العاملة كراهينة علشان جوليا ما تأذوهوش بس جوليا مش بتتأثر وبتعجم عليه وبيدور قتال شارس بينهم لحد ما جوليا بتمسك البندقية وبتضرب ماركو بالنار فبيقع على الارض بس بيفضل عايش وساعتها لينو بياخد البندقية وبيضرابه رصاصة في رأسه وبتخلص عليه وبيرجع حق اكوانتن وبتوصل الشرطة للمكان وبيتم القبض على لينو وفي المركز جوليا بتحاول تقنع ماص ان اللي لينو عمله مع ماركو كان دفاع عن النفس وانه خلص عليه علشان يحميها منه لكن ماص بترفض انها تفرج عنه فبتقرر جوليا انها تقدم استقالتها وانتهى في الميناء ويا رب يكون عجبكم